أعلنت وزارة الصحة أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19 مشيرة إلى أن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة سريعة الانتشار وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن الحالة الأولى سجلت لدى شخص وافد والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم بالمغرب حيث تم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجنومية الوزارة أكدت أنه تم التكفل بالحالتين وكل مخالطهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة وبالموازة مع استمرار التحرية والإجراءات الهادفة إلى منع تفشي هذه السلالة بالمملكة شددت الوزارة على أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة وأهبت بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا